نعم دعني أضيف على ما قيل حتى الآن من الزملاء أولا بأن هناك كان خطا أحمر رسمه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حين قال بأنه يجب أن تنتصر غزة بمعنى أن المعركة يمكن أن تتوسع إذا ما كانت هناك دلائل أو إشارات بأن إسرائيل ستهزم حماس أو ستستطيع القضاء على جزء كبير من قدراتها العسكرية والسلطوية كما قالت رغم أنه قال في كلمته بأن غزة لن تهزم وبأن هذا هدف غير واقعي بمعنى أنه لا يمكن لإسرائيل أن تهزم المقاومة الفلسطينية في غزة خاصة حركة حماس إذن يمكن رؤية هذا الأمر بمثابة خط أحمر أمر آخر هو التشديد على توازن الرعب أو ميزان الرعب وميزان الردع بين إسرائيل وبين لبنان وتحديدا حزب الله لأن إسرائيل تعرف ما هي القدرات العسكرية لدى حزب الله وبالنسبة لها قد تكون غزة بمثابة نزهة مع كل صعوبات هذا القتال الذي تواجهه إسرائيل في معركتها البرية ولكن الأمر مع لبنان ومع حزب الله سيكون مختلفا خاصة يعني إسرائيل تعلم ما هي القدرات الصاروخية قدرات الدفاعات الجوية أيضا المتواجدة لدى حزب الله خلال هذا الخطاب كان أيضا خطاب قصير لوزير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو كان قد وجه فيه كلمة لنصر الله كان قد قال بأنه أقول لأعدائنا في الجبهة الشمالية إذا تدخلوا إذا شنوا حرب علينا سيواجه ثمنا باهظا سيكون الثمن باهظ إلى درجة أنهم لن يتخيلوا هذا الثمن الذي سيدفعونه وبالتالي أيضا في نهاية الكلمة كنا قد سمعنا في نهاية الخطاب تهديد من قبل السيد حسن نصر الله لإسرائيل حين قال بأن التهديدات مقابل التهديدات وقال بأن إذا كانت إسرائيل ستشن حربا على لبنان أيضا ستواجه بالمثل وضع أيضا هذه معادلة الاشتباك بأن مدني مقابل مدني وشدد عليها إذن يعني الخطاب لم يخرج عن الترجحات أو التخمينات التي وضعت له مسبقا كان هناك تحسبا من أن يكون مفاجئا كان هناك ترقب هناك استعداد من قبل قوات الجيش الإسرائيلي على طول الجبهة الشمالية تحسبا من أي مفاجأة أو ضرب قذائف صاروخية ولكن جاء الخطاب أقرب إلى الترجحات الإسرائيلية بأنه سيرسم الخطوط الحمراء أكثر منه من أن يكون مفاجأة كبيرة لإسرائيل